قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار إبراهيم دياز يستعين بالفيفا لللاعب للمنتخب المغربي قدم إبراهيم دياز لعب ريال مادريد الإسباني لكرة القدم ملفه للفيفا للتغيير جنسيتها الرياضية حتى يتمكن من اللاعب للمنتخب الوطني المغربي ولجأت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الفيفا لتأهيل إبراهيم دياز حتى يتمكن من اللاعب للمنتخب الوطني في المرحلة المقبلة بعد تجاهله من لويس ديلافوينتي مدرب المنتخب الأسباني ووقع إبراهيم دياز مهاجم ريال مادريد الإسباني لكرة القدم واثقة تغيير جنسيتها الرياضية وهو ما دفع الجامعة إلى التحرك بتقديم ملفه كاملا للاتحاد الدولي لكرة القدم للترخيص له باللاعب بعدما سبق اللاعب للمنتخب الاسباني لأقل من 23 سنة وتوقع مصدر مسؤول أن يكون إبراهيم دياز لعب ريال مدريد حاضرا في المعسكر الإعدادي القادم للمنتخب الوطني في نوانبير والذي تتخلله مباراة ضد إرتيريا وطنزانيا برسم تصفيات المؤهل لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا في 2026 بعد حصول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على رخصة اللاعب من الفيفا وطر الناخب الوطني وليد راقراكي في شتنبر الماضي إلى الصفر الإسباني للاجتماعي بإبراهيم دياز من أجل إقناعها باللاعب للمنتخب الوطني حيث تابع مباراة فريق هيد داريال سوسي ضد وتعذر على الناخب الوطني وليد راقراكي المنادت على إبراهيم دياز للمشاركة في المعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني الحالي وذلك لتأخر إجراءة تغيير جنسيتها الرياضية بلاغ عاجل من جامعة القجع بعد إبعاد لامين جمال عن المنتخب الاسباني نفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما أوردت صحيفة أصل إسبانية في مقالها الذي نشرته اليوم لكاتب خواك ماروتو والذي تطرق فيه إلى الضغوط التي يتعرض لها اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية لامين جمال بمحاولة إغرائه مالية للإنضمام إلى المنتخب المغربية وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلغ لها أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة وأن احترمت اختيارة اللاعب لمن جمال كباق اللاعبين المغرب دوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبدلها الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الناشئين بطرق قانونية ومشروعات من خلال تقديم مشاريع مستقبلية وأهداف تحددها الإدارة التقنية للمنتخبات الوطنية بجميع فئتها الرقراغي يتجهل طلب قلط السراي بخصوص النجم المغربي حكيم زياش ذكر موقع وينوين أن وليد الرقراغي المدير الفني للمنتخب المغربي يرغب في الإطمئنان على الحالة الصحية لنجم أصود الأطلس قبل الحسم في إمكانية مشاركته في مباراة الكودفور السبت المقبل بأبيتجون ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظره الإفواري وديا بالعاصمة الاقتصادية أبيتجون يوم السبت المقبل استعداد لنهائية كأس أمام فرقه 2024 ثم يلاقي منتخب ليبيريا بمدينة أغادير يوم السابع عشر من أكتوبر لحساب مؤجر الجولة الأخيرة من تصليات الكان التي لم تجرى في وقتها المحدد بسبب زلزال الحوز وطلب نادي قلت سريد تركي من الاتحاد المغربي إعفاء لعبه زياش من خوض المباراة معنا من أجل منحه فرصة كافية للتعافي أغير أن وليد رقراقي كلف كريستوف بودو الطبيب المنتخب المغربي بإخضاع اللاعب لفحوص جديدة للتأكد من حالته الصحية وإعداد تقرار طبية قبل الحسن في إمكانية مشاركته سواء أمام الكودفور السبت المقبل أو في مباراة ليبيريا يوم الثلاثة الموالي ويأمل رقراقي مشاركة زياش في مباراة كودفور وليبيريا حتى يتيح له فرصة اللاعب برفقة اللاعبين الجدد الذين تعززت بهم صفوف منتخب المغرب بعد غيابها عن المباراة الماضية أمام المنتخب البوركينوبي في الثاني عشر من شتنبير الماضية التي جرت بمدينة لنسا الفرنسية وتسافر بعتة المنتخب المغربي يوم الخميس على متن طائرة خاصة إلى أبيتجون الإفوارية استعدادا للمباراة الودي المقررة السبت القادم على أن تعود مباشرة بعد المواجهة إلى مدينة أغادير لمواصلة التحضيرات لمباراة ليبيريا الثلاثة المقبل قرعة كان الفين وثلاثة وعشرين المنتخب المغربي سيواجه منتخبات قوية ستجرى قرعة كأس أمام أفريقيا الفين واربع وعشرين في الكوديفور بعد غدين الخميس في أبيتجون وسيكون المنتخب المغربي في القبعة الأولى إلى جانب الجزائر وتونس ومصر والسينغال والكوديفور البلد المنظمة وعلى الرغم من عدم مواجهته للكوديفور في الدور الأول إلا أنه سيواجه منتخبات قوية في المستوى الثاني مثل الكاميرون ونيجيريا أو غانا أو ماليا أو بوكينفاسو أو جنوب أفريقيا وستصبح أبيتجون مركزا رئيسيا لكرة القدم الأفريقية في غدون أربعة أيام حيث ستجتمع أبرز نجوم القارات الأفريقية وسائل الإعلام بالإضافة إلى شركاء كرة القدم التجاريين لإجراء قرعة كأس أمم أفريقيا وقدمت البطولة أربعة وعشرين منتخبا من بينها الكوديفور كبلد منظم بالإضافة إلى المغرب والجزائر وأمغولا وبوركينفاسو والكاميرون والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية ومسر وغينيا الاستوائية وغانبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو ومالي وموريطانيا والموزنبيق ونميبيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وطنزانيا وتونس وزنبيا وسيحضر وليد رقرق المدير الفني للمنتخب الوطني ومساعده رشيد بن محمود وغارب أمزين حفل القرعة وذلك بمناسبة تواجد المنتخب الوطني في الكوديفور حيث سيلحب مباراة ودية ضد منتخبي الفيال يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن يستغل وليد رقرق هذه الفرصة للبحث عن مباريات ودية أخرى مع منتخبات لم يتواجه معها في دور المجموعات رئيس الاتحاد الإسباني سننظم رفقة المغرب والبرتغال أفضل كأس عالمين في التاريخ أكد بيدرو روتشا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن بلده سينظم رفقة المغرب والبرتغال أفضل نسخة في تاريخ المونديال ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الملف الإبير المغربي شرف تنظم مونديال 2030 مع إجراء المباريات الثلاثة الأولى في الأورغوايا الأرجنتين والبارغوايا احتفالا بمرور الذكرى المئوية لانطلاق الحدث وقال المسؤول الإسباني في تصريحاتي لوكالة الأنباء المحلية يعادة تنظم كأس العالم إلى إسبانيا بعدما يقرب من خمس عاما أمر مليء بالإطارة سننظم بطولة لا تنسى وأضف أنا متأكد من أننا سننظم مع المغرب والبرتغال أفضل كأس عالم في التاريخ إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم إبراهيم دياز يستعين بالفيفا للعب للمنتخب المغربي بلاغ عاجل من جامعة القجع بعد إبادلة من جمال عن المنتخب الأسباني الرقرقية تجاهل طلب قلط صراي بخصوص النجم المغربي حكيم زياش والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيم الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار